اهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم من اهل مصر النرجسية في اقبح صورها تتجسد بين اروقة محاكم الاسرة تسمع انين ووجع ودعاء على الظالم تسأل نفسك هي الست المجروحة دي ممكن تخف من الوجع ده ممكن تفرح تاني ممكن تحب وتتجاوز تاني هتعرف تطلع اولادها اسوياء صحيح مش كلهم على حق لكن الغالبية او اكترهم على حق وكل واحدة حولت مليون مرة لاصلاح العلاقة وفي كل مرة يتكسر خاطرها اكتر واكتر السؤال هنا بقى ليه؟ ليه كده؟ تخيل لو كنت الزوج الحنون اللي بيشتغل عشان مراته وولاده الكريم المعطاء النقي اللي حاسس بأسرتك طول الوقت هل هيكون فيه مشاكل او جدال او كده؟ ابدا والله اخلص انت بس في العلاقة دي عشان تستقم وتتزبط وتسعد كل اسرتك استوقفني كذا مشهد في حفلات مختلفة حفلة الشيرين حفلة الاصالة حفلة الامال ماهر كانت بتغني اللي قادرة ولقيت معظم الستات والبنات في المسرح بتعيط وبتغني بصوت عالي وكأنها بتتوجع سألت نفسي هل كلهم حاسين بالوجع والقلم ده للدرجة دي؟ عشان كده ضروري نقف واقفة ونسأل السؤال ده ليه كده؟ ليه بقت البنات والستات مغناطيس للناس المريبة المؤزية دي؟ بنرحب بالكاتب الصخفي أحمد فتح الباب استشاري العلاقات الأسرية المعروف على السوشيال ميديا بساحر العلاقات أهلا بيك أستاذ أحمد أهلا بيك وأنا شرفت بهم جدا وسعيد أن أنا موجود معكم النهاردة إزاي أستاذ أحمد يعني اتنين بيحبوا بعض وطول الوقت وطول السنين قصة حب أبدية وفي الآخر بيحصل مشاكل ممكن تؤدي إلى الانفصال ليه كده؟ طيب هو مبدأ أيام بس علشان نبقى بنصنف الأمور صح وبنحط كل كلمة في مكانها الصحيح مفيش حاجة اسمها علاقة حب بجد بتنتهي يعني انسي بقى فيش الكلام ده مفيش علاقة حب بجد بتنتهي لأي سبب مهما كان لما بيحصل حلوة بدايات وبيحصل مواقف كويسة وبيحصل جدعانة وبيحصل انبهار اللي هو الإعجاب وكل الكلام ده وفي الآخر العلاقة تنتهي لسبب تافه أو من غير السبب أو تنتهي نهاية ملهاش أي علاقة بالحب يبقى دي ما كانتش علاقة حب يعني ما نقولش بقى ان علاقة فلان وفلانة علاقة حب عظيمة ومع ذلك حصل انفصال ومع ذلك حصل اختلاف ما بينهم ومشيوا وصابوا بعض وفيش الكلام ده عشان نبقى عارفين فيه مسميات كتير جدا للعلاقات اللي بتبدأ بانبهار وبتنتهي نهايات مأساوية فيه مسميات كتير ممكن نقول إعجاب تعلق إدمان مصلحة أي كان لكن علاقة حب تنتهي نهاية مأساوية بما كانتش علاقة حب هي من الأول يعني مش من الأساس ما كانتش حب يعني بالزرط بالزرط طيب الطرف التاني يعني أو الطرف المؤذي في العلاقة دي يعني هو بيحس بإيه في العلاقة دي يعني هو هو مش بس بيدمر العلاقة ده بيدمر بيت وأسرة كاملة يعني بعد ما مشوا سنين وبنوا البيت ده ويعني عدوا مع بعض بمراحل كتير خلينا نقول وفي الآخر بمنتهى البساطة كده يهد البيت ده فإزاي إزاي ده بيحصل طيب هو البني آدم المؤذي ما بيبقاش مكتوب على وشه أنا مؤذي بالعكس انت عارفة إن أكتر حد يدخل حياتك أو حياة أي بنت ويدمرها هو أحسن راجل تشوف منه حلاوة ببدايات إن هو بيوصل لمرحلة إنه يؤذيك نفسيا ويسيبك ويضمرك وكل الكلام ده ده بيبقى هو شايفه إن ده طبيعي أصل الفرق ما بين إن أنا واحد معجب بيكي أو واحد بحبك المعجب هو واحد مصدر الإعجاب العين يعني أنا طول ما أنا شايفك أنا معجب بيكي جدا مع الوقت وكل الكلام ده اللحظات أو أو اللمبات الإنبهار فيكي بالنسبة لي بتقفل مفيش ومفيش خلاص حب فبيبقى إن أنا حط نفسي مكانك وأنا بسيبك مش هيحصل إن أنا حس بمشاعرك وحس اللي أنت حساء القهر والزعل والنفسية المتضمرة ده كله مش هيحصل مش أحس بيه علشان كده يعني هديكي مثال بسيط لما يجي واحد محترف يدخل على بنت يضحك عليها ويعشمها بيه ويعلقها بيه وتفضل 24 ساعة مسكة كده في رجله وما تسيبنيش المهم العلاقة تبدأ وتنتهي ويسيبها وتروح هي البنت دي مثلا تقعد تتحايل عليه وتترده وتعيطله وتصوطله وتدخل في مستشفيات ومش عارف إيه كل الكلام ده الناس بتقول انت ايه يا أخي انت حجر هو انت بتخطبي ركزي في دي بقى بتخطبي قلبه وهو قلبه ما جاش معنا العلاقة أصلا انت كل الحاجات دي انهيارك وتدميرك نفسيا وصحيا وكل حاجة بتخطبي بيها قلبه مشاعره انت صعبي عليه مثلا يحس بيك مثلا مش هيحصل فهو مشغل عقله بس وعقله بالنسباله أنا ليه ميت عذر طيب هو ليه يعني ليه أصلا بيختار واحدة كويسة وبنت ناس وفي حالها يعني هي مالهاش دعوة بحد ليه بيسيب كل البنات وبيختار دي بالذات يعني هقولك خلينا نكون متفاكين بعيدا عن المسميات العلمية الطبية اللي زي النرجسية بعيدا عن النرجسية خالص عشان النرجسية دي بقى التريند دلوقتي يعني أي حد يخون نرجسي أي حد يكدب نرجسي هنتكلم عنها دي دلوقتي فبعيدا عن المسميات دي في النقطة اللي انت سألتني فيها دي هو لما بيدخل يشوف بنت الشخص المؤذي بيبقى داخل للعلاقة زي ما بتك مشغل عقله وفاصل قلبه البنت مشغل قلبها وفاصل عقلها خالص هو بيعجبه في الضحية بتاعته هو البني قدم المؤذي ده ان البنت اللي دخلها معاه مش يعني مش خبرة او مثلا البنت اللي معاه بيور خالص مش فهم اي حاجة مشغل قلبها من اول لحظة فدي بالنسبة له ضحية سهلة جدا يضحك عليها باتنين جنيه هو الراجل طبعا بيحب يصطاد يعني عنده حتة الصيد دي فهو بيمارس موضوع الصيد ده في العلاقة وخلاص على كده مش فارق معاني دي علاقة بقى ويبقى فيه اسرة كل ده الراجل الصياد اه وده لقب كده يعني انا بطلقه دايما على الرجالة اللي بتبقى هدفها في العلاقة ان انت تتعلق بيه بس ويمشي وخلاص كده بس خلاص هو كده وصل لهدفه والله التارجد بتاعه مش ان انا اقعد معاك سنين التارجد بتاعه انت واحدة زي الامر وحلوة وكل الناس هتموت عليك وانت مطمع لأي حد نفسه يدخلك حياته بس هو تارجدك وصل لمرحلة ان انت خلاص بدأت تتعلق بيه وبدأت تحب بيه السلام عليكم خلاص هو كده بس بس استاذ احمد في منهم ناس بيتجاوزوا يعني حتى المتجاوزين مش ده الصياد بقى ده راجل مؤذي اه ده مؤذي التاني ده بقى ده مؤذي ده اه لكن بتكلمه على الراجل الصياد هو هدفه في الصيد بس يعني عارفة اللي هو انا احب الصاد لكن ما حبش اكل سمك هو كده يعني يعني اللقب او مصطلح الراجل الصيد هو كده ان هو يعلاقك به ويمشي المؤذي بقى يعلاقك به ويفضل مكمل يشبع منك ياخد مصلحته ايا كان ايه هدفه في العلاقة بعيدا بقى عن الحب خالص وبعد كده يمشي لا وبيتنصل بقى من كل مسئولياته يعني حتى اقل حاجة ممكن يصرف على بيته لا اقل حاجة خالص يعملها حتى لما يمشي يصرف على اولاده لا هو يعني لا اسمع لقرى طبعا ويطنش ويهرب وعلشان كده لسه كنت بقولك دلوقتي الموضوع كله احنا كل اسئلتنا لو وجهناها ليه اللي احنا مستغرى بينها زي ازاي ادر ازاي ما بيصرش على اولاده ازاي ادريس شايفها بتتضمر نفسيا كل الاسئلة دي لو جمعناها كده هتلاقي بتخاطب ايه قلب القلب وهو بقى مفيش بقى يعني قلبه مجاش معانا اصلا فمش فارق معاه كل ده طب اساس احمد البيت السعيد بقى يعني البيت الهادي السعيد العلاقة بين الزوجين بتكون او البيت ده بيكون شكله عامل ازاي العلاقة بينهم بتبقى عاملة ازاي عشان يكون بيت سعيد مستقر عشان احنا عايزين يعني كل اسرة تحاول ان هي توصل للشكل ده طيب اه هو انا شايف ان الموضوع علشان البيت يبقى سعيد وفيه هدوء وفيه راحة نفسية ويكمله مع بعض العمر كله انا شايف ان محورين رأسيين في الموضوع كله اول حاجة التفاهم تاني حاجة التعاود الحاجتين دولها اقولك يا تفاهموا اه التفاهم دي بقى تحتها ان احنا نبقى صراحة مع بعض قوي فمن كتر ما احنا صراحة مع بعض خلاص بقى فيه تفاهم بيننا انت عارفة انا بحب ايه انا عارف انت بتحب ايه في بقى خلاص فيه تفاهم بيننا تمام تاني حاجة بقى وهي التعاود ودي مهمة قوي 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 اول رد فعل ليكي او اول رد فعل لي على اي اكشن التاني بيعمله هو اللي بترتب عليه العقل كلها يعني اول رد فعل ليكي لما اجا اقولك مثلا انتي خينة اول رد فعل ليكي لو لقيتك بتقولي لي لا والله والله ما بخونش طب خد شوف الموبايل ده انا بنت ناس ده انا متربط كل الكلام ده خلاص انا بقى كلمة انت خينة او ان انا شك فيكي ده بقى الطبيعي انت مطلوب مني كل يوم الصبح تصحكها تسبيتيلي بقى بأي دليل ان انت بنتنس ومتربية نفس الموضوع لو انت جيتي قلتيلي مثلا واحنا عاديين مع بعض بنهزر او مثلا بنتخاني وتطولت عليها باللسان وانا عدتها عادي خلاص انتي انتي دي طبيعتك وما لقتيش رد فعلي مني فهتعمليها فالتعود دي اكبر نصيحة ليا لأي حد لسه بيبدأ حياته لازم تتعوده ان اول رد فعل هو اللي بيأسس عليه كل حاجة تمام هو اللي بيعني بيخلي ان فيه ثقة بينهم فكل ما بيقربوا من بعض اكتر كل ما الثقة بتزيد كل ما العلاقة بتبقى مستقرة اكتر بالزبط طيب النرجسي او الشخصية النرجسية خليه بس اقول نقطة عشان يعني فيه ستات كتير هتسمعنا هتقول بس خلاص انت قلتوا كم كلمة كده فانا جوزي نرجسي فانا عايزة تطلق لا لا يعني انا مش عايزين نخرب البيوت يعني الشخصية النرجسية دي اللي بنتكلم عنها ده بعد ما تم تشخيصه يعني فيه طبيب نفسي واخصائي نفسي شخصوا هذه الشخصية ان هو يعني ممكن مش اقل من سبع تمن سمات موجودة فيه عشان نقول ان ده اضطراب شخصية نرجسية ده مبدئيا اما لو بيعمل سمة واحدة او واحدة او اتنين لا احنا بنتكلم على سمات محددة يصلحها لكن الشخصية النرجسية دي يعني المفروض ان احنا نعمل معاها ايه يعني نواجه الشخصية دي ولا نبعد عنها احسن طيب اه احنا هلأ بنفترض ان احنا خلاص اتأكدنا ان الشخص ده نرجسي نرجسي ايه عشان يعني عشان اهو الموضوع ده مهم جدا فعلا والله ان الناس دلوقتي بقى يعني النرجسية بقى الترند فعلا اي كلمة خلاص صفة واحدة يقول نرجسي لا ولا صفتين ولا تلاتة بالضبط لان هو ممكن نقولك مثلا كل الف شخص مشكوك فيهم ان هم نرجسيين يطلع واحد بس منهم نرجسي بجد فبعيدا احنا هنفترض ان هو خلاص طلع نرجسي بجد وتأكدنا وكل حاجة اه الشخص النرجسي صعب اوي 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 علاجه وصعب اوي 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 اتعايش معاه ودايما اللي بيتعالج ضحية النرجسي الضحية مش النرجسي نفسه النرجسي تقريبا ما بيتعالجش لكن ضحية النرجسي يعني هو مثلا يعدي في حياته كده على خمسة ست سبع تمن بنات مثلا السبع تمن بنات دول هو مشي خلاص من حياتهم هم اللي بيتعالجوا بقى يفضلوا يتعالجوا هم اللي يفضلوا مكملين بالزبط يفضلوا مكملين علاج من الحاجات النفسية السيئة اللي سابها جواه فما فيش حاجة اسمها يعني مثلا كيفية التعامل مع الشخص النرجسي لا ما نتعاملش اصلا تعامل ايه لا طبعا فاتأكدنا النرجسي مع السلامة طيب اساز احمد البنت اللي هي اتقازت منه ومشيت يعني المفروض ان هي يعني تعمل ايه يعني ده لو عرفت تطلع من العلاقة اصلا يعني لو طلعت ده لو عرفت تطلع فعلا لان هو من اصلا مش هيديها امساح ان هي تتعافى منه اصلا حتى لو هو فيه في حياته حد تاني يعني الشخص النرجسي ده اللي هو انا بعد ما مشيت انا مبسوط ان انت متعلقة بيا حتى لو انا شفت التعلق ده في انهيارك في انهيارك اه طبعا انا كل هدفي ان انا شوفك متعلقة بيا تعلقك بيا دخلك مستشفات انا مش فرقلي بس المهم النتيجة ايه انت تمام انا تمام كده انت لسه متعلقة بيا طيب تعالي بقى بدأت تتعافى وترجع لحياتها الطبعية وتمارس حياتها عادي جدا ورجعت يعني ملامح التعافي عشان ده بالنسبة تقول ليه النرجسي ممكن يرجعلي بعد ما تعافى هو بيعرف منين ما صومش سحر التعافي ليه ملامح شكلك زي الامر حياتك رجعت زي ما هي شغلك بقيت نجحة كل دي حاجات من ملامح التعافي رجعت طبعية بالضبط او الله فاول ما بيشوف حياتك رجعت طبعية ايه ده انت هتتعافي لا تعالي تعالي بقى طيب تقدر هي بقى تعمل ده ازاي او تتعافى من ده ازاي بحاجة واحدة ان هي تتخلى عن الصورة الوهمية اللي كانت رسمها للشخص ده في بداية العلاقة الشخص النرجسي النرجسي او المؤذي لما بيدخل حياة اي حد بيرسم له الحياة جنة بيرسم له العلاقة كأنها هتبقى اجمد علاقة في الجنة يعني هي مثالية جدا بقى يعني العلاقة المثالية بالضبط هو ناجح اوف ده على فكرة يعني هو ناجح اوف ده انه هو يوصلك انه هو احسن واجمد واجمل راجل واجمد علاقة هتعيشيها هي معي وبينجح في ده فانت في بداية العلاقة بترسمي صورة وهمية ما لاش اي علاقة بالواقع في دماغك ياه انا الشخص ده هعيش مع اجمل ايام حياتي ده بيتنا هيبقى كذا وحياتنا هيبقى كذا وخرجاتنا هيبقى كذا وكذا 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 فييجي يأذيكي تتنازلي مقابل ان انت عايزة توصلي للصورة الوهمية اللي في دماغك يسيبك ما تتقبليش يرجعلك تغدي حضن مطارات في المكالمة فاللي هو انت عايزة انا ده كلهم ترجطة الصورة الوهمية اللي سبتها لي في دماغي فاول حاجة انا اتخلى عن الصورة الوهمية اللي ملاش اي علاقة بالواقع ده خالص لانها مش هتتحقق ولا عمرها هتتحقق ده اول حاجة واهمة طب استاذ احمد يعني احنا هنفضل ناخد حذرنا كده من كل الناس يعني هي كستة يعني هتاخد حذرها من الكل وكل الرجالة كده وحشة طب يعني امتى تعرف ان ده فعلا انسان كويس طيب انا هقولك على حاجة ودي ممكن انا لسه مسؤولة يعني تسألت فيها يعني عايزين نعرف ان هو حبها فعلا ازاي عشان كده الواحد كده تلخبط طيب لا انا هقولك رغم ان انا ما بحبش السؤال ده ابدا بقولك ليه السؤال بتاع اعرف منين ان هو بيحبني اي اجابة وخديها مني اي اجابة على السؤال ده غلط يعني انا دلوقتي لو قلتلك عشان تعرفي ان الشخص ده بيحبك شوفي بيهتم بيكي ولا فانت تقولي لي اه بيهتم بي ده كل يوم انت كالت شربتي طلعت انزلت صحيتي نمتي قمتي لهو كده سكرتين عام حياتك ملاش علاقة بالاهتمام اللي طلع من القلب طيب ما علينا ما علينا اوكي تمام فانا لو قلتك مثلا لو بيهتم بيكي طب هو لو داخل يمثل انه بيحبك ويدحك عليك هو مش ههتم بيكيه هيهتم بس ما انا افرق ازاي ما انا جاي اقولك بقى ما انا جاي لك بقى في الكلام اهو جاي لك بالإيه بقى عشان بقولك كده السؤال ده مش بحبه اي اجاب عليه بتبقى غلط فاي حاجة من الاخر وباختصار هقولهالك لو الشخص ده بيعملها يبقى بيحبك فدي اجابة غلط طيب السؤال بقى يتسئل ازاي بقى ايه الحاجات اللي لو اتعملت يبقى ما بيحبنيش هنا بقى بالزبط هنا بقى الحاجات اللي هقولهالك دلوقتي دي لا تقبل الشك ولا المناقش ما تحاوليش بقى معاي لكن الحاجات اللي بيعملها نقول عليها او بيها انه بيحبك لو داخل يمثل هيعمل كده ما اوش هيصبحك بعلقة ويمسيك بعلقة وداخل يمثل عليك لو بيحبك فاحنا ما نقولش احنا عايزين نعرف انه بيحبنيه من تصارفاته زي مثلا الحاجات اللي ممكن تتسبيلتك وما بيحبكيش انه هو اول حاجة يقدر يبعد عنك يعني انا بيجيلي استشارات كتير اوليها علاقة بأنا في علاقة حب قن وقف يعني اللي بيجي يقولي كده بقوله قف عليك مفيش حاجة اسمها كده والله العظيم مفيش حاجة اسمها علاقة حب قن وقف قن وقف ايه احنا الكاتل مفيش حاجة اسمها كده طالما قدر يبعد عنك يبقى عمره محبك الحب معداش من على قلب وفيش حاجة اسمها حد بيحب حد اللي بيبقى في بداية العلاقة 24 سامعك على التليفون ينفع يقعد اسبوع اسبوعين يعني قد تصل المدة لشهرين ثلاثة ويرجع اقول لك وحشتيني بحبك وحشتيني مين يا ابن تقول ليه فدي حاجة ميقدر يبعد عنك يبقى بيحبكيش مهما رجع يقول مهما رجع يقول تاني حاجة الراجل لو حب البنت لو حبت القطة البلدي في الشارع لو حبت تعجز عن الخيانة حتى لو كانت متاحة بالنسبة لها تمام فقصة بقى ندي فرصة تانية اصلاه بيحبني يعني مش حاجة اسمها كده يعني حتى الفرصة التانية دي انا بقول ما بتتخذتش غير في حالة واحدة جواز لكن علاقة الترتباط والكلام ده كله مش حاجة اسمها كده تمام وحاجة كتير بقى يعني بس عشان وقت الحلقة فشوف ان تمام لا هو في سؤال يعني هي اكتر الاستشارات اللي بتيجي لحضرتك في الموضوع ده اكتر استشارات بتيجي لحضرتك ايه هي عدم تقبل الانفصال ما بتقدرش تنفصل يعني ما بتقدرش تنفصل عنه يعني فيه تعلق مش موضوع كده هو سابعة سابعة أصلا بس هي ما عندهاش مش مقتنعة ودي أول مرحلة البنت بتعدي بيها بعد الانفصاد مرحلة أنا مش مطمئة يعني في حالة انكار كده بالضبط بتقدر المرحلة دي كتير بقى ايوة بالضبط لغاية بقى لما تقتنع كده وتفوق ان هو خلاص سابك عشان مش بيحبك يعني أنا جالي في مرة حد أكتر من حد خلني وسبني وعمل لي بلوك وجريت وراه وقطعت نفسي عليه ومشي بس أنا متأكدة انه بيحبني طب ليه أستاذ أحمد هي بترجع لنفس الراجل التوكسك ده ليه بترجع له يعني هما سابوا بعض هي بتحاول ترجع له ليه بتعمل كده علشان برضو التعلق بالنسبة للبنت بالتحديد هو عامل مش زي الإدمان اكتر من الإدمان التعلق بالحالة اكتر من انها متعلقة بالشخص بالضبط الحب بتولد لما بناخد حاجات حلوة كتير قوة من الشخص ده والحب بيقف ربنا كده بيقف نموه ما بيزيتش لما الشخص ده يقعد يقزينا بس بنفضل متعلقين بي لكن الحب خلاص الحب جواكي للشخص اللي عمل بيقزيك يقزيك يقزيك ده حب ده خلاص بقاش ينمو خلاص بقله فترة طب في حاجة يا أستاذ أحمد يعني لو هي ما رجعتش لنفس الشخص واختارت شخصي تاني في الغالب بيكون توكسك برضو زي الشخص الأولين هو ليه؟ ليه الحكاية دي؟ طيب أنا هقول لك على نظرية كده ويا ريت بقى كل اللي بيشفنا سبيتها في دماغكم كل وده مش عيب في الرجالة خالص بس ده طبيعي كل عشر رجالة داخلين يلعبوا هتقابلي واحد داخل يتكلم جبا ممكن بقى نسبت دي في دماغنا وما نحاولش نساكتب في الحتة دي والله العظيم ولا أنا بقى بقى بجزب التوكسك أنا بقى بجزب النرجسيين أنا بقى بجزب مش عايزة يسمعك كده بقى يعني هو هيا دي مش عايزة أقول له والله سنة الحياة بس هو فعلا أنت كل عشر رجالة هيحاول يدخلوا حياتك هيظهر لك منهم واحد واحد بس يتكلم بجد وعايز يتجوز ويفتح بي الباقي مش يعني أقول لك على حاجة عصرانا دايماً بقول الشخص الداخل يلعب ده مش بيكراهك مش بيعني مش معنى أنه هو ما بيحبكيش يبقى بيكراهك لا هو معجب بيكي جدا جدا لكن ما وصلش لمرحلة الحب هو هيفضل معجب بيكي والمعجب ده اللي هي اللي بيدخل حياتك عشان معجب بيكي بشكلك بطموحك بنجاحك بأيا بفلوسك أيا كان مهم الشخص المعجب ده بيشبع ويمشي لو شافك صدفة هو معجب يعني مصدر الإعجاب العيل هيرجع ياخد الجرعة يشبع ويمشي يقعد كيها خمسين سنة وعنش مشكلة طب البنتي دي أو يعني الستي دي إمتى نقول إن هي تعافت فعلا وتقدر إن هي تحسن الاختيار إمتى نقول إن هي خلاص هي طلعت من الموضوع ده وتعافت وكله تمام وتقدر بقى تختار صح طيب في مؤشرات يعني أو في طبعا 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 علشان البنت تحس إن هي تعافت خلاص ومؤهلة حتى ندخل أي علاقة تانية البنت بتعدي بتلت مراحل بعد الانفصال أول مرحلة أنا مش متقبلة الإنكار مش متقبلة الله حصل لا 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 إزاي قدر إزاي قدر إزاي قدر وكلام ده كله تاني مرحلة تتقبل وتفهم إن هو خلاص ميشي وما كانش بيحبها تالت مرحلة أنا مش طيقاك أنا خلاص في فرق ما بين بقى أنا في الأول لكن في آخر مرحلة لها بعد الانفصال فهمت في فرق ما بين زعلتي وفهمتي الأول كانت زعلانة بس في الآخر فهمت أول لما تبقى مش طيق الشخص ده أنت كعت عفيت تمام طيب أستاذ أحمد الستة دي اللي حصل لها الموضوع ده أو العلاقة التوكسك والمشاكل دي كلها يعني تاخد حقها إزاي يا يعني السؤال اللي دايما بيجعله بيجي لي برضو اللي هو آآ أنا عايزة انتقم منه وعايزة يندم النسابني مش لازم انتقام لا 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 ما وصل الانتقام ده لي صور الانتقام ده ممكن يكون في صورة انه يحاول يرجعلك وانت ما توفقش مسلا آآ للأسف الانتقام أو وانك تندميه النسابك الاحساس ده بيئزيك انت لا بيئزوش هو خالص خالص هو مش فارق معاه احساس بالظلط احساس ان انت عايزة تنتقمي من شخص وتخليه يندم عليكي ده احساس بيأجل ويعطل ويأخر التعافي عندك طول ما انت قاعدة بتفكري ازاي تخليه يندم عليكي طول ما هتفضلي مطولة وقت اكبر في التعافي هو مش هيندم عليكي غير في حالة واحدة اكتر حاجة توجع الراجل انك ما تتوجعيش من بعده اي حاجة تانية بقى لأ والله اصلا ارتبطت دلوقتي بواحد وتوصلينه ان فيه شخص دخل حياتك او توصلينه ان فيه حد هيخطوبك او ان شاء الله تعرفي عشرة هو شابع ومشي تتجاهل يعني كأن مش موجود وطبعا احنا بنتكلم يعني مركزين شوية بنقول الراجل نرجسي لان الغالبية من المشاكل اللي بتيجي ان الستة هي اللي بتعاني من الراجل لكن طبعا الشخصية النرجسية ممكن تكون موجودة في ستي يعني بس دول قليلين قوي قوي لا 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 مش قليلينه حاجة عادي الناس بقى دي هنا فيه نرجسين وهنا فيه نرجسين بس الشكوى الاكبر من السيدات اللي يمكن بتطلع للسوشيال ميدي او الناس بتشوفها اكتر زي ما تقولت حفلة تلاقي البنت قاعدة وقفة في الحفلة بتعايت أنا بشكر حضرتك استاذ احمد كانت فقرة لطيفة جدا واستمتعنا فيها مع حضرتك شكرا جدا لك وانا لبسطت جدا معكم شكرا لكم مشاهدينا وانتظرونا بعد الفاصل